أهلا بكم من جديد تستعد مدارس الدولة لاستقبالي أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة من التعليم الحكومي والخاص وقد دعوا مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسية عن جهزية المدارس بنسبة 100% باعتماد فعاليات العودة إلى المدارس في الفترة من 28 من أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل المزيد في تقرير إبراهيم الماسة عام دراسي جديد ينطلق غدا في مدارس الدولة التي تستعد لاستقبال مليون ومئتي ألف طالب وطالبة من التعليم الحكومي والخاص برامج عودة تدريجية للمدارس الحكومية اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال فعاليات العودة للمدارس في الفترة من 28 من أغسطس حتى 1 سبتمبر المقبل متضمن نظام الحصص الدراسية ومواعيد حضور وانصراف الطلبة في جميع الحلقات الدراسية ورياض الأطفال بالنسبة للمدارس الحكومية فأنها ستستقبل أكثر من 290 ألف طالب وطالبة فيما يبلغ عدد الكادر التربوي أكثر من 23 ألف 14 مدرسة جديدة ستفتتح هذا العام في مختلف إمارات الدولة وتم رفع جاهزية الحافلات المدرسية البالغ عددها 4800 حافلة والتأكد من مراعاتها لأفضل معايير الأمن والسلامة مع إضافة 78 حافلة المدرسية جديدة لتأمين رحلة الطلبة اليومية من وإلى مدرسهم أما بالنسبة إلى الزي المدرسي الذي تم توفيره قبل شهرين من بداية العام الدراسي إذ تم طرحه خلال شهر يوليو الماضي في أكثر من 50 منفذ بيع على مستوى الدولة مع توفير خيار الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني حيث تم توزيع 600 ألف زي المدرسي نحو 10 ملايين نصخة من كتب المناهج الدراسية تم الانتهاء من طباعتها حيث ستبدأ المدارس الحكومية بتوزيعها على الطلبة مع أول يوم دراسي مع الحرص على متابعة ومراقبة عمليات التوزيع لضمان أعلى معايير الشفافية